الوقت هنروح لزميلنا كريم ببرس مراسل صباح الخير يا مصر اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة اللي حيقولنا عن الطفرة الكبيرة اللي تمت في حجم الأعمال التنفيذية للمشروعات اللي بتتم على أرض الأقع صباح الخير يا كريم وربما يعني الناس كلها عينيها على العالمين خمس قادة كبار في العالم العربي يلتقون الآن في مدينة العالمين كيف تهيأت هذه المدينة لتستقبل هذه الزيارة اللي ربما حتسواء لها في الإقليم العربي وفي العالم كله صباح الخير يا مصطفى صباح الخير يا باسنت وصباح الخير على ضيفك الكريم جمال بصبح كمان على جميع السادة المشاهدين خليني كمان في البداية مصطفى أقولك إن احنا من سنة وشهر تقريبا كنا هنا في العالمين برضو صباح الخير يا مصر عمل حلقة خاصة عن مدينة العالمين الجديدة والمشروعات الخاصة بالعالمين الجديدة يعني رصدنا ساعتها ايه آخر المشروعات اللي كانت موجودة وازاي بدأت وازاي نشأت وكانت الافتتاحات ساعتها النهاردة بعد سنة وشهر خليني أقولك بداية ما وصلت طريق العالمين بالفعل كل التطورات اللي احنا رصدناها على أرض الواقع يمكن في البداية كانت الطرق الأساسية والرئيسية وهو محور الطريق السريع الخاص بالعالمين ومرسى مطروح طبعا تم تطوير الطريق ده بشكل كبير جدا جدا كان دايما اللي متعود يجي السحل الشمالي عارف انه عشان تخش القرى السياحية الخاصة بالعالمين والسحل الشمالي ووصولا لمرسى مطروح دايما فيه الطرق الجانبية اللي دايما ناس كانت بتمشي فيها عكس وكانت بتسبب حوادث كتير ومشاكل كتير جدا طبعا دي اول حاجة تحلته بقى فيه تمهيد للطرق الجانبية انها بقت اتجاهين فاللي يقدر يجي دلوقتي يقدر يجي وهو متطمن ويتحرك براحته تماما بالاضافة لتطوير الطرق السريعة نفسها ووضع الكاميرات وطبعا تحديد السرعات للحفاظ على حياة المواطنين كل ده رصدناه الحقيقة صباح النهاردة واحنا جايين مدينة العالمين الجديدة ويمكن كان فيه كمان الكبري المشهور اللي على السوشيال ميديا اللي انتشر ومشاكله لكن الحقيقة تم تطويره بشكل كبير جدا وكان فيه رد مباشر من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيس وكمان احنا شفنا بعينينا ازاي الطرق دي اتطوارت وازاي سهلت كتير جدا على اللي هيرتاده بعد كده الطريق ده وصولا ليه السحل الشمالي والعالمين الجديدة لو تكلمنا كمان على فكرة الانشاءات بقى الخاصة بالعالمين الجديدة يمكن من اهم الحاجات المعروفة دايما في العالمين الجديدة هي ابراج العالمين الجديدة والابراج الايقونية اللي هتكون موجودة كمان هم يعني بداياتا بالتلات ابراج اللي احنا حضرناهم والخاصين بالماسة من فترة جميلة جدا من سنة دلوقتي الابراج بتتطور واتطورت اكتر وكترت اكتر ويمكن تقريبا 90% من الانشاءات الخاصة بالابراج دي انتهت بالفعل فيه نقطة مهمة جدا لمسها الشارع المصري يمكن كمان وصائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة اللي فاتت وهي فكرة الشواطئ الخاصة بالعالمين ودائما بنسمع ان الشواطئ الخاصة بالعالمين الجديدة خاصة بس بالاغنياء او اللي معهم فلوس مش اي حد يقدر يجي العالمين لكن الحقيقة انه فيه داخل العالمين الجديدة تحديدا في الداونتاون وجوه بوسط الابراج فيه شاطئ مجاني خاص لكل فئات الشعب خاص لكل الناس اي حد يقدر يجي يخش الشواطئ ده الحقيقة والحقيقة ان الشواطئ ده نظيف جدا ومستعد طول الوقت بيه استقبال طبعا رواد الشواطئ المختلف عشان يصيفه طبعا في الحر معروف طبعا الصيف الناس كلها بترتاد الساحل الشمالي لكن كمان هو موجود لكل الناس الحقيقة للشباب الصغيرين للي معاه فلوس واللي معاه فلوس اي حد يقدر يجي العالمين الجديدة ويقدر يخشه حقيقة الشاطئ كان نظيف جدا 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 كمان نقطة مهمة جدا والخاصة بيه المدن بقى اللي بيتم انشاءه طبعا فيه مدن خاصة بيه الاسكان المتوسط فيه حاجات فوق المتوسط فيه كمان حاجات ليه اسكان الشباب طبعا زي الحي اليوناني الاشهر يمكن هنا موجود فيه العالمين الجديدة وطبعا الداونتاون للتورد بشكل كبير جدا جدا كمان المدينة الترافية والمدينة الفنية الخاصة بالعالمين الجديد يمكن المدينة الترافية يعني جواها كده بعض المباني اللي انتهت تقريبا بنسبة 90% ويمكن فيه جزء كبير خلص بنسبة 100% المباني الانشائية وتشتباط الخارجية وتشتباط الداخلية خلصت تقريبا بنسبة 90% ل100% وطبعا دي المدينة اللي هتكون خاصة بقى فيها المسرح الروماني وفيها الأوبرا وفيها طبعا الأوبرا دي بتشيل أكتر من 1200 شخص وهيتعرض فيها أفلام وأفكار مختلفة عشان تقدر الناس نيات التقف وكمان الحفاظ على فكرة الهوية المصرية بشكل عام والتفقيف العام بشكل عام ده خاص بالمدينة الترافية ويمكن كمان هيكون فيها مكتبة كبيرة جدا هتجمع العديد من الكتب والثقافات المختلفة سواء كانت مصرية أو غير مصرية وده أكيد هيجذب كل كمان المواطنين زي ما قلنا اللي قاعد في العالمين واللي مش قاعد في العالمين المصرين والعرب هيجوا هنا مخصوص يمكن كمان لو تكلمنا على فكرة المياه والشواطئ كمان فكرة الجزء الخاص بالسفن وتجهيز الموانئ الخاصة باستقبال السفن وهي حقيقي مدينة مختلفة شملة لجميع الفئات المختلفة وكمان شملة لجميع المجالات بشكل عام كمان فيه جزء مهم جدا وهي المدينة الفنية هيكون فيه مدينة فنية خاصة داخل مدينة العالمين الجديدة هيقدروا الناس ان هما يزوروها ومن المفترض ان هي على حسب يعني الانشاءات والأعمال الخاصة بالمدينة ان هي تنتهي على آخر السنة دي ان شاء الله جزء مهم جدا هو كمان فكرة العالمين الجديدة وانشاءاتها هو شغل العمال يعني وفرت فرص عمل كتير جدا العمال موجودين النهاردة موجودين دلوقتي الحياة من الصبح بدري جدا يمكن او انا بتكلم دلوقتي على شمالي موجودين العمال قاعدين بيتجهزوا ان هما يبتدوا شغل فاذا هي مدينة متكملة كمان المدينة دي مفروض ان هي مدينة الجيل الرابع الجديد وهي طبعا مدينة كاملة ويمكن جزء المهم جدا في الداون تاون وجزء الخاص بالابراج هتكون المدن اللي موجودة او المباني اللي موجودة بزكاء الاصطناعي وكمان جزء منها مهم جدا بفكرة ان الحفاظ على الامطار يمكن هنا مدينة سحلية فالامطار بتبقى موجودة في الشيطة فكمان بتكون المدينة مجهزة لاستقبال هذه الامطار واعادة استهلاك المياه مرة تانية عشان ما يتمش طبعا يعني هدر هذه المياه اذا مدينة بشكل عام داللي رصدنا لحد الوقت بجانب الاستعداد طبعا الخاصة بالقمة الخماسية اللي استضافها مصر وهي قمة عربية واكيد هنتناقش فيها معاكم على مدار اليوم وتفاصيلها معاكم شكرا نيك يا كريم ربما رصدت لنا يعني اهم الحاجات واهم الملامح اللي رصدتها عين مراسل صباح الخير يا مصر كلمت عن المجنة الزكية وعن حي الملو الأعمال وعن الشواطئ الجديدة مشكرك مرة تانية وبالتأكيد هنرجع لك خلال فترات اليوم